طلبت وطلبات التالتة سنوية اهلا بكم. هنبدأ النهاردة ان شاء الله يونت 2. اليونت مش طويل زي يونت 1. يونت 2 عندنا درسين جرامل. هناخد النهاردة ان شاء الله زمن الماضي التام المستمر. في الفيديو القادم هناخد الدرس التاني وهو الصفات المقارمة والتفضيل. درس النهاردة مرتبط جدا بزمن الماضي التاني. انا عملت علي مراجعة في بداية الفيديو. لكن ممكن ترجع للتفاصيل في فيديو الجزء التاني في يونت 1. ودلوقتي يلا نبدأ. يونت 2 والجزء الاول من الجرامر. the past perfect continuous tense. او زمن الماضي التام المستمر. قبل مشرح الماضي التام المستمر. هعمل مراجعة سريعة على زمن الماضي التام. نفتكر تكوين زمن الماضي التام. بيتكون من هاد زائد الباست بارتسبل او التصريف التالت للفاعل في حالة الاسبات. وهاد ممكن تختصر الى ابوستروف دي. وبالنسبة للفاعل المنفي في الماضي التام. بيبقى هاد نوت زائد الباست بارتسبل التصريف التالت للفاعل. وهاد نوت ممكن تختصر الى هادنت. الكلام ده مع اي فاعل سواء واحد من الضمائر دي او اي اسم سواء مفرد او جمع. استخدام زمن الماضي التام. بيعبر عن الحدث اللي انتهى اولا من حدثين وقعوا ورا بعض في الماضي. يعني القطار غادر الساعة تمانية صباحا. واحنا وصلنا الساعة تمانية وربعا. فعندما وصلنا القطار كان قد غادر اولا. الماضي التام اللي هو هادلفت ده اللي حصل الاول. والماضي البسيط اللي هو الرايف ده اللي حصل ثانيا. he had published his first novel by the time he was 23. يعني هو كان قد نشر روايته الاولى قبل ما يبقى عمره 23 سنة. نشر الرواية حصل اولا وبعدين هو اتم 23 سنة. when we got to the airport we realized we had left the tickets at home. يعني عندما وصلنا الى المطار ادركنا اننا قد تركنا التزاكر في البيت. احنا ادركنا ثانيا وكنا تركنا التزاكر في البيت اولا. realized ده فعل من افعال الادراك. افعال الادراك زي realized. انا شرحتها بالتفصيل في الفيديو بتاع زمن الماضي التام. وحتلاقي رابط الفيديو ده في صندوق الوصف. ونفتكر كمان الفرق ما بين زمن الماضي البسيط. the past simple tense. وزمن الماضي التام اللي اتكلمت عليه دلوقتي. the past perfect tense. الماضي البسيط بيتكون من التصريف التاني للفعل. وبيعبر عن حدث واحد وقع في وقت محدد في الماضي. وبيعبر كمان عن احداث متتالية بس من غير ما يكون بينهم روابط زي after او before. الماضي التام اللي انا لسه قيله بيتكون من هات زي دي البيبي. وبيعبر عن الحدث الاول من حدثين متتاليين في الماضي. نشوف امثلة توضح الفرق بين الماضي البسيط والماضي التام. yesterday never went with her family to the zoo. يعني بالامس نادا ذهبت مع اسرتها الى حديقة الحيوانات. الجملة فيها حدث واحد فقط اللي هو went. عشان كده ماضي بسيط. after the family had had breakfast they went to the zoo. يعني بعد ما الاسرة تناولت الافطار ذهبوا الى حديقة الحيوانات. هنا في حدثين. هم تناولوا الافطار الاول. وبعدين ذهبوا الى الحديقة. when nada saw the elephants she was excited. يعني عندما رأت نادا الافيال كانت متحمسة. هنا الفعلين في الماضي البسيط. لان ده فعل ورد فعل. يعني في نفس الوقت ومفيش فاصل زمني بين حدوث الفعلين. after nada had seen the elephants she wanted to see the lions. يعني بعد ما نادا شاهدت الافيال ارادت ان ترى الاسود. هنا فعلين حصلوا وراء بعض. الاقدم ماضي تام had seen. when nada went to see the lions she had already seen the monkeys. يعني عندما ذهبت نادا لرؤية الاسود. كانت قد شاهدت القروض بالفعل. برضو في حدثين وراء بعض. والاقدم had already seen. يعني ماضي تام. خد بالك من النقطة دي. لما بنتكلم عن احداث متتالية. وبيبقى بينهم روابط زي so اللي بمعنى لذلك. واند اللي هي و. بتبقى الافعال في الماضي البسيط. yesterday my alarm didn't ring. so i woke up late. and missed the بس. يعني بالامس المنبه لم يرن. لذلك انا استيقصت متأخرا ولم الحق بالاوتوبيس. لكن لما احكي اللي حصل بطريقة مختلفة. واتكلم عن النتيجة في الاول. وبعدين اذكر السبب بعد كلمة because. هنحط السبب ده في زمن الماضي التام. yesterday i woke up late. and missed the bus. because my alarm hadn't rang. يعني بالامس انا استيقصت متأخرا ولم الحق بالاوتوبيس. لان المنبه لم يرن في وقت اسبق. نقطة كمان. لما بنستخدم رابطة زمنية زي وين اللي بمعنى عندما. بتظهر هنا اهمية ان اكتب فعل في زمن الماضي التام. علشان انا عايز اقول لك ان الفعل ده هو اللي حصل الاول. المثال الاولاني بيقول when i left university i had already found a job. يعني عندما تركت الجامعة انا كنت قد وجدت وظيفة بالفعل. يعني انا وجدت وظيفة وانا لسه في الجامعة. اتفقت عليها يعني قبل ما اتخرج. لكن الجملة التانية. when i had already left university i found a job. يعني عندما تركت الجامعة بالفعل وجدت وظيفة. هنا بقى التخرج حصل الاول وبعدين ايجاد الوظيفة حصل ثانيا. نحل جملتين على الكلام السابق ده. last year yousif space all his exams. عندنا فعل pass بمعنى يجتاز او ينجح فيه. فبنقول ان العام الماضي يوسف اجتاز جميع امتحاناته بنجاح. هنستبعد has passed علشان ده مضارع تام وما ينفعش معه last year. يبقى فاضل had passed و passed و was passing. طيب الفعل بيعبر عن حدث واحد انتهى في الماضي. بقول ان يوسف نجح في امتحاناته. يبقى ماضي بسيط تبقى passed. I opened the fridge to find out that someone space all my chocolate. الفعل ايه? eat اللي هو يأكل. انا فتحت التلاجة فاكتشفت ان شخص ما اكل كل الشوكولاتة بتاعتي. الجملة ايه? opened ماضي. فهنستبعد has already eaten. مضارع تام. ونستبعد is eating. فاضل was eating. ماضي مستمر. وده معناه ان الشخص كان قاعد جوه التلاجة بيأكل الشوكولاتة طبعا ما ينفعش. had eaten ماضي تام. يبقى الشخص كان قد اكل الشوكولاتة اولا قبل ما افتح التلاجة واكتشف اللي حصل. ودلوقت زمن الماضي التام المستمر. the past perfect continuous tense. هنشوف الفعل بيتكون ازاي واستخدامات الزمن ده والكلمات الدل عليه. بيتكون الماضي التام المستمر من had been زائد الفيرب مضاف الي ing. وهد بين ممكن تختصر الاباستروف دي been. ده في حالة الاسبات. وهد not been زائد الفيرب مضاف الي ing. وهد not been بتختصر الى hadn't been. وده في حالة النفي. الكلام ده مع اي فاعل واي ضمير. الماضي التام المستمر له استخدامين. اولا التعبير عن حدث كان مستمر اولا قبل وقوع حدث اخر في الماضي. يعني نفس تقريبا استخدام الماضي التام. الفرق ان الحدث الاولاني كان مستمر وبنذكر طول المدة اللي كان مستمر فيها. طيب الحدث اللي واقع سنان بيكون في زمن ايه? بيكون في زمن الماضي البسيط. I had been walking for hours when I finally found their house. يعني انا كنت ماشي لعدة ساعات ثم اخيرا وجدت منزلهم. الحدث الاولاني ان انا كنت ماشي والحدث التاني اني وجدت المنزل. طيب ليه ما قلتش ماضي تام بس وقلت I had walked. علشان ذكرت طول المدة اللي هو. الحدث التاني خد بالك ماضي بسيط. الاستخدام التاني للماضي التام المستمر. التعبير عن حدث. كان مستمر اولا وكان ده سبب نتج عنه وقوع حدث اخر في الماضي. في الحالة التانية دي اللي هو سبب ونتيجة ممكن نذكر طول المدة زي هنا كده وممكن ما نذكرهاش. يعني احنا كنا متعبين لاننا كنا ماشيين طول الصباح. السبب هو المشي والنتيجة اننا تعبنا. برضو النتيجة بتبقى ماضي بسيط والسبب اللي هو الماضي التام المستمر بيتكون من هاتبين زائد الفيرب زائد اي نجي. نشوف امثلة على الماضي التام المستمر. The boys had been playing in the garden for about an hour when it started to rain. يعني الاولاد كانوا بيلعبوا في الحديقة لمدة ساعة تقريبا عندما بدأت السماء تمطر. I had been looking for a job for several months when I found this position. يعني انا كنت ابحث عن وظيفة لعدة شهور ثم وجدت هذا المنصب. His hands were dirty because he had been working on the car. يعني يدا كانت متسختان لانه كان يعمل على اصلاح السيارة. هنا سبب ونتيجة علشان كده قلنا مش شرط نذكر في الحالة دي طول المدة. ما قلتش هو كان عمال يشتغل في العربية بقاله قد ايه? He was very sweaty because he had been running. يعني هو كان مليء بالعرق لانه كان بيجري. برضو ما ذكرتش طول المدة بتكلم عن سبب ونتيجة. I was covered in mud as I had been digging in the garden. يعني انا كنت مغطى بالطين لاني كنت احفر في الحديقة. سبب ونتيجة فمش شرط هنا اذكر طول المدة. نشوف بقى امثلة على جمال منفية وعلى جمال استفهمية. He hadn't been feeling well for a long time when he suddenly collapsed at work yesterday. يعني هو لم يكن يشعر بصحة جيدة لمدة طويلة ثم فجأة انهار في العمل امس. He hadn't been walking for very long before he was asked to go back home. يعني هو لم يمشي لمسافة طويلة جدا قبل ان يطلب منه ان يعود الى البيت مرة اخرى. suddenly my car broke down. I was not surprised. it hadn't been running well for a long time. يعني فجأة سيارتي فعطلت. انا لم اندهش. فهي لم تكن تسير بحالة جيدة لمدة طويلة. في حالة السؤال بنبدأ بكلمة الاستفهام وبنقدم هاد على الفاعل. وللسؤال عن طول المدة بنبدأ بhow long? how long had you been studying French before you traveled to Paris? يعني كامل مدة اللي انت قضيتها في دراسة اللغة الفرنسية قبل ان تسافر الى بريس. وفي حالة السؤال بكلمة هل بنبدأ بهاد بنقدمها على الفاعل. يعني مفيش كلمة استفهام. had you been waiting for long before I arrived? يعني هل كنت تنتظر لمدة طويلة قبل ان اصل انا? ثانيا الكلمات الدلة على زمن الماضي التام المستمر. after بعد. before قبل. before that يعني قبل ذلك. by the time يعني قبل. when يعني عندما. by last كزا يعني قبل كزا الماضي. by ثم شهر او سنة يبقى قبل شهر كزا او قبل سنة كزا. by the end of كزا يعني قبل نهاية كزا. طيب الكلمات دي برضو بتدل على الماضي التام. طب ازاي نفرق بينهم? تعالا بقى هنشوف ازاي. هنشوف افطر على سبيل المسال. بتدل على الماضي التام بيجي بعد فاعل. ثم هاد زائد البي بي. ثم فاعل ثم ماضي بسيط. لما تدل على الماضي التام المستمر بقى هنا هنذكر طول المدة. فوق ما ذكرناش طول المدة. افطر لما تدل على الماضي التام المستمر برضو الجملة التانية تبقى ماضي بسيط. زي بالزبط لما تدل على الماضي التام. افطر يعني بعد أن نظفت الشقة كانت متعبة جدا لدرجة أنها لم تستطع الخروج في المساء لكن يعني طول اليوم هنا ذكرنا طول المدة هو فده ماضي ثام مستمر الجملة الثانية هي هي ماضي بسيط يعني كانت متعبة جدا لدرجة أنها لم تستطع الخروج في المساء من أشهر الكلمات الدالة على زمن الماضي التام المستمر كلمة وين عندما وكلمة بيفور يعني قبل بيجي قبلهم ماضي تام مستمر وبيجي بعدهم ماضي بسيط يعني هي كانت بتعمل في تلك الشركة لمدة عام عندما التقت أو تعرفت بناصر يعني الدكتور طاها كان بيدرس في الجمعة لمدة تزيد عن عشر سنوات قبل أن يرحل إلى المملكة العربية السعودية من الكلمات المشهورة برضو وبتتكرر كتير في الماضي التام المستمر كلمة because اللي هي لأن بيجي قبلها ماضي بسيط وبيجي بعدها الماضي التام المستمر وقلنا أن في حالة السبب والنتيجة طول المدة ممكن يذكر أو لا يذكر أيضا عندنا كلمة so بمعنى لذلك لكن هي عكس كلمة because إن بيجي قبلها بقى الماضي التام المستمر وبيجي بعدها الماضي البسيط بسمة wanted to sit down because she had been standing all day at work يعني بسمة أرادت أن تجلس لأنها كانت واقفة طول اليوم في العمل we had been shopping for many hours so we stopped for a cold drink يعني إحنا كنا بنتسوق لعدة ساعات لذلك توقفنا لتناول مشروب بارد الكلمات اللي بتدل على طول المدة هي كلمة all بمعنى طول أو طوال كذا for يعني لمدة و since يعني منذ all day يعني طول اليوم وعاوز أقول للطلبة اللي بيغلطوا في ترجمتها إن دي مش معناها كل يوم لأ كل يوم معناها every day وده مش موضوعنا النهاردة طيب all day اللي هي طول اليوم بتساوي all day long وبرضو الناس اللي بترجم long هرب معنى طويل لأ هي معناها طول اليوم بس all night يعني طول الليل all afternoon يعني طول فترة بعد الظهر all his life يعني طول حياته all summer طول الصيف all morning طول الصباح all day week يعني طوال الأسبوع بعد كده كلمة for بيجي وراها عدد من السنوات أو الشهور أو الساعات أو الدقائق أو الأيام إلى آخرة زي for a year يعني لمدة سنة for hours لمدة ساعات for بيجي بعدها كلمة more than ثم المدة يعني لمدة أكتر من كذا وبتساوي for over برضو ثم المدة وبرضو لمدة أكتر من كذا فممكن أقول for more than an hour يعني لمدة تزيد عن الساعة for over أويك يعني لمدة تزيد عن الأسبوع for about بتساوي for nearly واللي اتنين بمعنى لمدة كذا تقريبا مثلا for about a month يعني لمدة شهر تقريبا for nearly two weeks لمدة أسبوعين تقريبا وهكذا for several months يعني لمدة عدة شهور for a long time بتساوي for long واللي اتنين بمعنى لمدة طويلة for many كذا أو for a few كذا يعني لمدة العديد من أو القليل من وبرضو ييجي وراهم عدد أيام أو شهور أو ساعات إلى آخر since 7am يعني منذ الساعة السابعة صباحا since sunrise يعني منذ شروق الشمس نفس على فكرة الكلمات اللي خدناها في زمن المضارع التام وفرقت ساعتها بين for وما بين since هي نفس الكلمات since 2010 يعني منذ سنة 2010 since the crash يعني منذ حادث التصادم أو حادث وقوع الطيارة since he was ييجي وراها صفة زي since he was young أو ييجي وراها now زي since he was a child يعني منذ كان صغير أو منذ كان طفلا إلى آخر since his ييجي بعدها now برضو ممكن نقول since his birth يعني منذ مولده و since بييجي وراها جملة في الماضي البسيط فاعل ثم فاعل في الماضي البسيط ممكن نقول مثلا since he graduated يعني منذ أن تخرج نشوف أمثلة I had been driving for about an hour when I heard a noise in the engine يعني أنا كنت ساي لمدة ساعة تقريبا عندما سمعت الصوت بوضاء في المحرك The meeting ended after they had been negotiating all afternoon الاجتماع انتهى بعد أن كانوا يتفاوضون طوال فترة بعد الظهر He was a wonderful pianist He had been playing ever since he was a teen-ager يعني هو كان عازف جيد أو عازف رائع على البيانو فهو كان يعزف منذ كان في سن المراهقة She didn't want to move She had been living in شرقية all her life يعني هي لم تكن تريد أن تنتقل إلى مسكن آخر فهي كانت تعيش في محافظة الشرقية طول حياتها نجوة felt refreshed because she had been sleeping for nearly two hours in the afternoon يعني نجوة شعرت بالامتعاش لأنها كانت نائمة لمدة ساعتين تقريبا بعد الظهر لكن هل كل الجمل لازم نذكر فيها طول المدة أنا قلت أن في حالة السبب والنتيجة مش شرط نذكر طول المدة وكمان مش شرط نذكر كلمة because ولا كلمة so الكلام بيبين من المعنى مثلا I could smell cigarettes somebody had been smoking يعني أنا كنت شامم رائحة سجائر شخص ما كان يدخن في سؤال اختر بقى مش هيجيب لك اختيارات بتحمل نفس المعنى فكري failed the final test because he had not been attending school يعني فكري فشل في الاختبار النهائي لأنه لم يكن يحضر إلى المدرسة When she came into the office yesterday her eyes were red and watery she had been crying يعني عندما دخلت إلى المكتب بالأمس عيناها كانت حمراء وبها دموع فهي كانت تبكي My little brother had been sitting very quietly but then he started to cry يعني اخ الصغير كان يجلس بهدوء تام ولكن بعد ذلك بدأ يبكي طيب الجملة دي لا تعبر عن سبب ونتيجة ولكن فيها تتابع حدثين وراء بعض وواضح ان الحدث الاول كان مستمر اللي هو اخ الصغير كان يجلس بهدوء تام had the car been working well before the accident يعني هل السيارة كانت تعمل بشكل جيد قبل الحادث هنا برضو ما ذكرناش طول المدة he's been smoking for long before he felt pain in his chest الجملة معناها انه كان بيدخن لمدة طويلة قبل ان بدأ يشعر بقلم في صدره طيب هنا عندنا كلمة smoking ده فعل مضاف الain هل ينفع has او had يجي بعدهم فيرب مضاف الain طبعا لا طيب has been ولا had been احنا عندنا الجملة التانية اللي بعد بيفور زمانها ايه felt ماضي بسيط يبقى قبلها ماضي تام مستمر تبقى had been smoking يعني احنا كنا مندهشين جدا لرؤيته احنا ما كناش متوقعين نشوفه طيب احنا عندنا وير يعني ماضي اول حاجة نعملها نستبعد المضارع فحنستبعد haven't ونستبعد aren't تاني حاجة بقى didn't هل ينفع يجي وراه فيرب مضاف الانجي طبعا ما تنفعش تبقى haven't been expecting يبقى رغم ان ما فيش كل مدالة على زمن الماضي التام المستمر ولا كمان في ذكر لطول المدة لكن هي الاجابة الوحيدة اللي موجودة ماضي التام مستمر I finally reached my post space him all day وعايزين فعل كل اللي هو بمعنى يتصل يبقى انا اخيرا قدرت اوصل لرئيسي انا كنت بتصل بيه طول اليوم زي ما عملت المرة اللي فاتت ابص هنا ريتشت زمنه ايه ماضي استبعد المدارع حلاقي اتنينهم have been have غلط am calling يبقى ام غلط يبقى اللي تنضل غلط طب had been calling ولا would be calling عندنا كلمة دلة a all day عندنا كده يبقى زمن ماضي تام مستمر يبقى i had been calling him all day i wonder how the accident happened space been working all night هي معناها انا بتعجب كيف وقعت الحادث هل كان السائق يعمل طول الليل طيب wonder مدارع اه بس كمل كده the accident happened الحادثة حصلت ماضي تمام يبقى نستبعد المدارع has فاضل ثلاثة was the driver the driver had and had the driver طيب هنا في علامة استفهام يعني سؤال هنقدم الفاعل على الفاعل ولا الفاعل على الفاعل اكيد طبعا الفاعل يجي قبل الفاعل يبقى دي غلط فاضل اتنين فيهم الفاعل قبل الفاعل طب في حاجة اسمها was the driver been ما فيش حاجة اسمها كده لكن had the driver been working وall night بتأكد الماضي التام المستمر فانت هتختار بثقة في افعال ما ينفعش تيجي في الازمانة المستمرة زي زمن الماضي التام المستمر كده لانها مش افعال حركة ولكن افعال ملكية او افعال مشاعر وهكذا من ضمن الافعال دي beel هو يكون own يملك have يملك possess يملك belong to يخص او ملك فلان love يحب hate يكره need يحتاج want يريد no يعرف seem يبدو look يبدو exist يوجد او له وجود يعني شيء مش خرافة ولكن شيء موجود بالفعل care يهتم دي مجرد مجموعة لكن في مجموعة اكبر من دي انا كنت حاططها في الفيديو بتاع زمن الماضي المستمر في الوحدة الاولى الافعال دي ممكن تيجي في زمن الماضي البسيط او الماضي التام لكن ما ينفعش تيجي في الماضي المستمر ولا الماضي التام المستمر فالسؤال يجي لك كده this car space تعادل four years before kareem booted عاوزين فعل belong اللي هو بمعنى يخص او كان ملك فلان فعاوزين نقول ان هذه السيارة كانت تخص عادل لسنوات قبل ان يشتريها كريم فعل belong من الافعال اللي ما ينفعش تيجي في الازمنة المستمرة وبالتالي ما ينفعش had been belonging وما ينفعش was belonging طيب had belonging ولا has belonging before وراها ماضي بسيط يبقى قبلها ماضي تام before hearing that story I had او I would معنى ما اعرفش لسه الفعل الوراها هيكون مصدر ولا تصريف ثالث in astrology all my life عاوزين فعل اي بقى فعل believe طيب يبقى دي مش ود عشان ما فيش مصدر خالص يبقى دي had يبقى معنى الجملة ان قبل سماعي لتلك القصة انا عمري ما كنت اؤمن بعلم التنجيم طوال حياتي طيب فعل believe من افعال التفكير مش من افعال الحركة يبقى ما ينفعش ييجي في الازمنة المستمرة يبقى had never been believing غلط طيب و had never a believer ما فيش حاجة اسمها كده لان believer the noun ما ينفعش ييجي قبله ولا had ولا ود بطبيعة الحال طيب had never been believed دي مبنية المجهول يبقى كده معناها انا محدش كان بيصدقني وبعد كده في علم التنجيم فمفيش حاجة اسمها كده برضو تبقى I had never believed اللي معناها كده انا لم اؤمن ابدا بكذا نقف شوية بقى عند فعل بيه اللي بمعنى يكون هو بيستخدم في زمن الماضي المستمر كده قلنا had been اهو زائد verb زائد ing بس الverb المضاف لting ده لازم يكون من افعال الحركة زي يجري يعمل يمشي الى اخره قلنا ما ينفعش ييجي مع افعال الحواس ولا المشاعر ولا التفكير كمان بقى ما ينفعش نقول had been being يعني انا كنت عمال اكون مثلا شادي had been sitting on the bus when the accident occurred يعني شادي كان جالس في الاوتوبيس عندما وقعت الحادثة طيب sitting اه ده فعلي من الافعال اللي تيجي ماضي تم استمر عادي جدا لكن لو انا عايز اقول بقى ان شادي كان في الاوتوبيس مش عايز فعلي جالس انا عايز اقول شادي كان في الاوتوبيس لما الحادثة وقعت هل ينفع اقول had been being مفيش حاجة اسمها كده had been لوحدها حييجي وراها اسم او صفة او حرف جر او ظرف زي here هنا او there هناك يعني ممكن اقول ان شادي had been there او شادي had been on the bus حرف جرهو لكن ما ينفعش اقول had been being تبقى شادي had been on the bus when the accident occurred يبقى شادي كان في الاوتوبيس عندما وقعت الحادثة there to be ما ينفعش ييجي في الماضي التام المستمر والسؤال يجي لك كده we space there for more than half an hour by the time the film began ده فعل ايه ده فعل يكون في بين وفي بين فاحنا عاوزين نقول ان احنا كنا هناك لمدة تزيد عن نصف ساعة قبل ما الفيلم يبدأ طيب في حاجة اسمها had been being قلنا مفيش حاجة اسمها كده طب where being there برضو مفيش حاجة اسمها كده يبقى نختار had been او have been نبص على الجملة التانية by the time اللي يعني قبل وراها ماضي بسيط يبقى قبلها ماضي تام تبقى لجابة هدين نفس الجملة هي هي ولكن هخلي الاختيارات فيها فعل wait اللي هو فعل ينتظر فحنقول بقى ان احنا كنا منتظرين هناك لمدة تزيد عن نصف ساعة قبل ما الفيلم يبدأ او فعل wait ينفع يجي ماضي مستمر يبقى we had been waiting تنفع الملحوظة الاخيرة في الدرس ده اننا لو ذكرنا عدد مرات حدوث الفعل مثلا انا اتصلت بفلان تلات مرات او انا زرت المتحف ده اربع مرات ما ينفعش في الحالة دي استخدم الماضي التام المستمر ولكن باستخدم الماضي التام فقط كمان لو ذكرنا عدد اشياء المفعول به يعني مثلا لو قلت انا ارسلت خمس ايميلات او انا شربت اربع ثناجين قهوة او هو الف عشر رويات كل ده ما ينفعش ماضي التام مستمر لو ذكرنا عدد اشياء المفعول بنستخدم برضو الماضي التام فقط ايه بقى عدد المرات كلمة twice يعني مرتين three times او four times او five times اي عدد times ثلاث مرات اربع مرات الى اخير many times مرات عديدة several times برضو مرات عديدة عدد الاشياء يعني ايه ممكن مثلا four books اربع كتب five cups of coffee خمس فناجين من القهوة twenty cigarettes يعني هو مثلا دخن عشرين سجارة كل ده ما ينفعش استخدم ماضي تام مستمر before the end of last year he spaced three books and was working on another one عايزين فعلة write اللي هو بمعنى يكتب يبقى معنا الجملة ان قبل نهاية العام الماضي هو ألف او كتب تلت كتب وكان بيشتغل في كتاب اخر هنا ذكرنا عدد الكتب اللي هو عدد الاشياء بتاعت المفعول فما ينفعش اقول had been writing هتبقى الاجابة ماضي تام عادي had written she spaced several doctors before she found out what the problem was with her heart عاوزين فعل ايه؟ فعل visit بمعنى يزور فعاوزين نقول انها قامت بزيارة العديد من الأطباء قبل ان تكتشف ما المشكلة التي في قلبها هنا ذكرنا عدد المفعول بي وعلى فكرة ممكن عدد اشياء او عدد اشخاص هي زارة العديد من الأطباء لما ما ينفعش اقول had been visiting ولكن استخدم الماضي التام فقط she had visited اعتقد ان الدرس كان سهل مش صعب احب ان ملزمت التمارين اللي في صندوق الوصف مش كلها على الماضي التام المستمر لا ده فيها ازمانة متنوعة الماضي التام المستمر والماضي التام والماضي البسيط ده علشان نكونش كل اختياراتك had been zed verb zed i n g ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم السلام عليكم